يترقب المغرب والعالم في كل عام ما بين شهري مايو ويونيو مهرجان موازين المغربي الذي يشهد دورته التسع عشر هذا العام بعد غياب دماء ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا موازين مشاهدين يعد المهرجان الأشهر في المغرب هو واحد من أكبر المهرجانات الموسيقية على مستوى العالم نظرا لعدد حضورها الضخم ومشاركة كبار فناني العالم به هذا المهرجان تقف أمامه في كل عام دعوات مقاطعة تعود أسبابها إلى الكم الهائل من الأموال المصروفة على هذا الاحتفال بدلا من استثمارها في مشاريع تخفف عبء البطالة في البلاد مثلا وسط موجة غلاء غير مسبوقة وانهيار مستوى التعليم وما إلى ذلك من ظروف اجتماعية صعبة لكن هذا العام زادت دعوات المقاطعة حدة وأسبابها لم تقتصر على ما ذكرناه من نواحي اجتماعية وتعليمية وغيرها السبب هذا العام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اعتلت سلم تلك الدوافع في بسعة تضامني مع أهالي قطاع غزة ومراعات للمأساة التي يمرون بها من استمرار سقوط الشهداء والجرحة ومشاهد الموت اليومية ليكون شعار المقاطعة هذا العام لا ترقص على جراحهم وهو غسم اشتاح منصات التواصل الاجتماعي نستعرض بعد بعض من تفاعلاته هنا رشيد عثماني في انتقاد للمهرجان يعلق هنا رشيد عفوا مطرب واحد سيأخذ ما تأخذه رواتب 3000 منصب شغل اين الضمير الانساني تجاه من هم تحت الانقاد لا نريد الغناء على الشهداء اجعلوا هذه الاموال دورا للعجزة والمشردين والمتسورين والشمس لا يحجبها الغربال ندا لكويربي ايضا ايدت المقاطعة وقالت ثمانية اشهر واخواننا في غزة يبادونا واهلنا في المغرب ما زالوا يعانون من تداعيات الزلزال فهل هذا موعد مناسب في ظل هذه الظروف لإقامة مهرجان ايقاعات العالم لا خير فينا ان اقيم مهرجان موازين حمزة ايضا كان من المؤيدين للحملة الا انه يرى انها لن تجني ثمارا وبرأيه كل من يدعو الى مقاطعة موازين اصلا هو مقاطع له او لا يبدي نحوه اهتماما في الاصل بمعنى ان دعوات المقاطعة تدور في دائرة محددة ولن تلمس من لم يحمل هم الامة من قبل لكن لم تقتصر حملة المقاطعة الشارسة لمهرجان موازين على الواقع الافتراضي ادخلت على الخط شخصيات سياسية على ارض الواقع منهم الامين العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية السابق عبدالالله بن كيران الذي اطلق النيران على المهرجان بوصف اقامته عيبا وعارا معتبرا ان الوقت غير مناسب للاحتفالات مثل موازين بالتزامن مع العدوان الاسرائيلي على غزة في مقابل حملات المقاطعة وسيل الانتقادات الموجهة للمهرجان كانت هناك اراء معاكسة اراء اعتبرت ان منع الفن لن يكون الحل الانسب للتخفيف من عبئ البطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية في البلاد منهم عضو المجلس الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة اثري بحدوز الذي علق بالقول منتقدو هذه الفعاليات الذين قد يعتبرون الانفاق عليها تبذيرا في الموارد غالبا ما يفتقدون الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى الاستثمار في المهرجانات والاحداث الكبرى يمكن ان يكون تسويقا غير مباشر للدولة مما يعود بالنفع الاقتصادي الكبير من خلال تعزيز السياحة والثقافة والاستثمار طبعا الجهة المنظمة للمهرجان وهي جمعية المغرب للثقافات ردت على فرضية الصرف على المهرجان من اموال الشعب التي تداولها عديد من المغاردين على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت ان التمويل العام للمهرجان انتهى عام 2012 وأصبح يعتمد بنسبة 32% على تمويل خاص وبنسبة 86% على عائدات اخرى مثل التذاكر والبطاقات والاعلانات هل تم إلغاء دورة هذا العام من المهرجان؟ جدير بالذكر مشاهدنا أنه ووسط هذه الإجراءات الأراء كلها تجري الاستعدادات لإطلاق النسخة التاسعة عشر من مهرجان موازين إقاعات العالم بشكل طبيعي حتى اللحظة حتى أن إدارة مهرجان موازين لهذا العام أعلنت عن نفاذ التذاكر من المواقع الرسمية خاصة التي تتعلق بحفلات النجوم الذين سيعتلون منصة مسرح محمد الخامس بالرباط والتي يكون عددها محدودا مقارنة ببقية المنصات